لما قال المعتزلة قالوا بقضية خلق القرآن كانوا يؤكدون على فكرة زمانية النص ومكانية النص عشان نرجع تاني مرة أخرى لفكرة سبب النزول مش مطلق النفذ كل ما نعانيه الآن في تاريخنا الإسلامي هو بيأخذ النص على إطلاقه إحنا بنقول لا إحنا لابد أن نعيد إلى خصوصية السبب وسبب النزول في كل آية في القرآن لها سبب ولذلك لما نقول أن القرآن نص محدث زمني مكاني ليس أزليا وليس أبديا نعيد تفسير الآية التي نزلت في حدث معين وتاريخ معين وفقا لهذا المنهج المعتز